أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين قامت على أسس متينة اقتصاديا وتنمويا والحكومة تسعى جاهدة للبناء على هذه الأسس وعلى إصروحها وتفخر بأنها حققت بناء تنمويا شامخا وصرحا حضاريا في المجالات المختلفة وقال سموه بسواعد شبابنا وعزم أبناء وطننا فإن المجال للاستثمار في مختلف المجالات في مملكة البحرين مفتوح مواري بن سموه في هذا الصدد عن تقدير الحكومة للجهود التي يقوم بها القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال مشروعاتهم واستثماراتهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى المجالات لافتا سموه إلى أن تنمية الصناعة المحلية التي تعتمد على المنتجات الوطنية والزراعية البحرينية أصبح ضرورة وعلى القطاع الخاص تبني ذلك ونوها سموه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل نهجا أصيلا في رؤى الحكومة إمانا منها بقدرة هذا القطاع على تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء في شكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال اللقاء أكد سموه أن قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة يحظى بكل الدعم والاهتمام من قبل الحكومة لما له من أهمية تقوية أركان الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وقال سموه أن مملكة البحرين تفتخر بما لديها من مبدعين في العديد من الصناعات والحرف وشدد سموه على أهمية مساندة وتشجيع أصحاب الحرف التقليدية والحفاظ على صناعات البحرينية الأصيلة بما يوفر لها المقاومات اللازمة لأن تنمو وتنافس في الأسواق المحلية والإقليمية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في المملكة والتوسع في عمليات التشجير بمختلف المناطق والطرق والشوارع لما لذلك من أثر هام في الحفاظ على البيئة والتعبير عن الوجه الجمالي لمملكة البحرين وشعبها ترجمة نانسي قنقر